اشتركوا في القناة بلوكاً كلمان أما رحل يحمل ولكن بإذن الله تكونوا بدعتوا فيه وحصلتوا فيه معرفة كتابة وإن شاء الله درجاتiamente طبعاً كنت نتمنى أن يكون تحصيل العلم أكثر من تحصيل الدرجات المقصد يا شباب سترى التأسيس يكون في العلم أكثر من الدرجات الدرجات بإذن الله ما يبحق عليها وإن شاء الله تكونوا بإمتحان إذا كنتم رأ seperti الفيديو بعد الامتحانات أو إذا كانت قبل الامتحانات فرب يوفقكم إن شاء الله تخزوهم فيه درجات جcreative قبل أن أدخل في البلوك اللي ايضا في بلوك اللي إر樣ي بلوك كلمان ده لسته كل التخصصات الطبية رك سلامل في البلوك وبعض التخصصات اللي أخدت ههم وبذ منهم تلامت ان ادخل ان تخصصات اللي وانك السفر ولكن انا اللي يمن بلوك هذا بإذن الله ستتركزون على تخصص واحد وكلي هو تخصص الأناتمية أو علم التشريح وبشكل أخص ستركزون على قسم منه للقسم الإمبريولوجي أو بما يعرف بالعرب اللي هو علم الأجنة بالنسبة للبلوك أو علم الإمبريولوجي ستدرسون فيه أول شيء اللي هو الكروموزومات أو الجينات ستدرسونه سواء كان في الميل أو الفيميل بعد كده ستدرسون الأبنورمالاتيز أو الأشياء الأبنورمالاتيز الموجودة فيها بعد كده ستدخلون في مرحلة الفرتليزيش اللي هي التلقيح بعد التلقيح ستركزون على مرحلة البريغنينسي أو الحمل بداية الحمل بعدها ستدخلون في الانترو يوترون لايف أو حياة الجنين داخل الرحم لا ستدرسون إلا ما يقارب أربع أسابيع فقط بعدها ستدخلونكم خلال 12 أسبوع خلال 24 أسبوع لأن كل الباقيات ستركزونكم بس مرحلة النمو في البداية الباقي ستدخلونه خلال السنوات الثلاثة القادمات كاملة كل جسم أو كل سيستم وتطورها الحالي طيب بعد الانترو يوترون لايف بإذن الله ستدخلون على دراسة دراسة بسيطة للمرحلة أو مرحلة الطفولة ما رح يدخل فيها تعميق واجد بعدها رح تدخلون في موضوع يمكن يركز فيه شوي مرحلة اللي هي مرحلة الروش اللي هو البلوغ هذي رح يركزون عليها شوي الادولدهود ما فيها مواضيع كثيرة المواضيع الثاني رح تركزون عليه آخر شيء من مرحلة هذا بالنسبة لإن شاء الله يرح تدرسونه بالنسبة لمدة البلوك منه البلوك ارجنايزر والمسؤول عن البلوك منه الدكتور يعني تفاصيل البلوك بشكل عام مثل امتحاناته الجدول هذي بإذن الله رح نحاول رح إن شاء الله ننزلها تحت في الدسكريبشن رح تلقونا بإذن الله الأغلب منه فيه دكتور هو على مدار السنين كان هو الثابت بالنسبة لبلوك هذا الدكتور هشام مكتبه يوازي مكتب يوازي قاعدكم طيب نجي الحين للشيء المهم صراحة نجي الحين للمراجع أنا من وين رح أخذ المعلومات دكتور ما فهمت منه من وين أجب المعلومة لا يكون كل اعتمادك مع الدكاتر الدكاتر حاول تفهم معه غير كذا كمعلومة موثقة يا شباب ارجعوا للمراجع رح يدخلو لك دكاتر كثير يمكنهم أكثر ثلاثة واربعة دكاترة كل واحد يعطيك معلومة تختلف عنها الثاني في النهاية ارجع للكتاب بالنسبة للكتب فيه كتابين أساسيات فيه كتاب اسمه لانجمن مؤلف لانجمن طبعا هذا هو الموثق من الجامعة أو موثق من أبكنية هم اللي يعتمدونه والدكاتر إذا صارت أي مشاكل على طول ارجع لانجمن غير لانجمن فيه كتاب ثاني اسمه Before We Are Born بالنسبة للماتيريال أو المواد نفسه الـ Content نفسه إلى حد ما نفس الشيء ما اختلف يعني ولكن فيه اختلفات بسيطة بعض الناس ممكن يعجبوا اسلوب Before We Are Born وبعض الناس ممكن يعجبوا اسلوب Langman على حسب اللي يريحكم طيب بالنسبة للناس اللي ما طبعا الكتابين هذولي اللي يبون حبوا الطلاع قراءة خلاص مو بس قراءة وكله معلومات ولكن يحبون يقرون في الكتب هذي فيه كتاب ثاني أو كتاب ثالث هو عبارة نسخه أصلا مو كتاب منزل حد الدكات اللي عندنا الكتاب هذا من النوع اللي يعطيك الزبدة اللي هو تذكرون ملخصات الثانوي اللي يعطيك الزبدة الملخص هو هذا هو أنا ما انصح فيه ممكن هذا ينفعك وقت الامتحان قبل كذا خلال الدراسة لا لا يعني من نصيحة لا ترجع له لأنه كله من النوع اللي يعدد لك كذا وكذا وكذا احفظ كذا وكذا ما في دكتور عندنا يطري الكتاب هذا اللي دكتور واحد يود الدكتور نادر طبعا معلش هذا كتاب اللانجمان راح تلقوني بإذن الله موجود في المدونة بإذن الله اللي ما عنده المدونة راح تلقونها تحت موجودة في التده Life وكذلك خنفور رح تلقونه بإذن الله مصور طبعا ما عليش زماله ما يقدر يروح يرجع للكوبسنتر خلصنا من المواد وذا بالنسبة للمكان اللي أنا فيه المكان اللي أنا فيه يمكن أول مرة تشوفونه بعض منكم شافوا يمكن حب الطلاع هو لقافة بس حب الطلاع طبعا لقافة كويسة لقافة كويسة في الطب إلى حد ما لقافتها مرة كويسة يعني كونك تكتسب معلومات طبية أحسن خل والله لا 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 يمشي المهن الغرفة هذه هي معملة تشريح الغرفة صراحة يعني مرة ممتعة وفير انترسين يعني مرة يعني الغرفة من كثرة الموديلز اللي فيها شيء يجذب ولكن كل الغرفة هذه ما رح يهمكم شيء فيها كل اللي هم وكمنتم بالنسبة للسنة أولى وخاصة للغروث الدولابين اللي ورايها دولي والموديلز هذه كل تركيز طيب أبا بوريه وانا طيب سين قليمات ايه اه هذا الدولاب اللي يقول لهم في مدريش وانا هناك الفونس محنطي اه اه يقول اه غارما هناك في بونس ومدريش وانا فرمس ومدريش اعلم كمان اه طيب اه زي ما قلنا انت شارك تركيز تركيزكم رح يكون على الدولابين هذولي طبعا لا تخافوا مو كله ونص دولي مكررات ولكن انتو مغرب تركيزكم على الدولاب اللي ورات الى حد ما انا خلصت بلوك كذا كله ترى ماهو بطويل اه بس قبل اخذيتم عندي ثلاث نقاط وديتكلام عنهم اول شي اه بالنسبة الكوميونيتي عشان متضعون وانه وش محاضرات الكوميونيتي اله اي سي عطوانا محاضرات و الكميونيتي عطوانا محاضرات وش محاضرات هاتي وش محاضرات هذه بالنسبة للبلوك هذا على حد علمي وبإذن الله يمكن نفس الى انτεم بالنسبة للكوميوناتي نفسه اللي هو طب المجتمع غير الـ HIC اللي داخل معكم فيه بلوك مات محاضرة واحدة اسمه بريست فيدينغ الأغلب احتمالي بيعطيكم الدكتور اسمه بازمي إنسان محترم وصوته هادي وتحسون انه يارج تقربه شيء بثمته يأكل الإنسان هذا المحاضرة الليتم لو تأخذونه اللي ما له حيل يحافظ لأنه هي كلها كلام اللي ما له حيل يحافظه ذا يقرأ كم مرة يفهمها يا عيال افهمه بشكل كبير هذا يعني كلها محاضرة تقريباً فهم وأحاول أختم هذه تقريباً آخر نقطة راح توجهون اللي إذا واجهت الصعبات يمكن بغلبكم ما راح يواجه ولكن اللي واجه الصعبات منكم يا شباب وحاول يقرأ ولا قدر يفهم أحيان لأنه ترى بعض اللغة الصعبة كونيك يعني حلنا على وقتكم لما دخلنا على المادة اللي كانت صعب فهمه في البداية زي ما قلت لكم اللي حاول اللي ما فهم حاول يقرأ ولا فهم ما له حيل يقرأ فيه دكتور أنصحكم صراحة تروحوا لأمه لأنه هو الدكتور ما شاء الله تخصه علم منسجة وتشريح تخص في التشريح علمه جنة اللي هو إمريولوجي دكتور اسمه دكتور مسعود الدكتور هذا ما شاء الله دكتور قمة يبذل كل ما عنده بس عشان يفهم والله أذكر مرة جلسنا حنا بعد الدوام يا عيال الساعة واحدة وثنتين جلسنا معاه ساعتين كاملات في الغرف عنده بس يوضح لنا كانت مسألة بسيطة في الكروموسومات راح نحاول نوضح لكم غرفته بإذن الله راح نحاول نصورها ونوصلها لكم وين هي بالضبط إذا ما حصل راح ننزل لكم مرقمة تحت بإذن الله بالنسبة للأهداف أهداف ابنك هذا بإذن الله خص كل المخطأ عن طريقة بك لا أصل بس معيني معانا بك طيقة ريال راح تكمل معاكم شوفنا اللي خير شعر خذني بالقلد أحمد المهم عشان طولنا عليك هم علاش أعتذر الهداف كل ولله الحمد محلولة من شباب دفعتنا الله يجزاهم خير الجميع شارك ولله الحمد الميل والفيميل وما قصروا معنا ومراجعة على حسب أهداف أننا حنة على وقتنا يعني شيكوا على الهداف عندكم هل هي مطابقة في اختلافات أو أي شيء ووالا يعينكم الهداف موجودة بالمدونة بحطي لينك تحت بالأسفل في الدسكريبشن ويعني موفقين وإذا بغيتوا أي شيء لا تترددون أنا وإحمد وكل الشباب الدفعة يرحبون بكم باي وقت وإيميلي ورقم جوالي وجوال أحمد وإيميليه ومجزات برضو بالدسكريبشن وحياكم الله توفيك شكرا